هي دي ولاد النادي الاهلي انا كمان يعني مش قادر طبعا ان انا وقف الحجم محمد عادل طبعا من الكبير طبعا المشرف على النادي المقاولون العرب براحب بيك حجم محمد طبعا في البداية ومباراة ان شاء الله النهاردة يعني طالق بالفريقين لسه بقول كابتن اسلام الشاطر كابتن عماد النحاس وممكن ماجه لصدارة دي مقولين عمل طفرة كبيرة جدا واداء مميز جدا لنادي المقاولون العرب لكن انت عارف النادي الاهلي اللي النهاردة داخل بمعنوه كبيرة وداخل بضافة كبيرة وعنده اصرار كبير ان هو يعمل نتيجة جابية بتشوف الجيم ازاي الاستعداد ازاي وشايف الاداء المميز لفيلم اولين ده راجع لي حجم محمد هو طبعا لازم بحقيقة النادي الاهلي ولازم بننكرش ان الاهلي السنادي عامل شكل كويس جدا منظر كويس جدا لازم نعترف المقررين لعيب على مستوى عالي مدرب اعتقد انه نقل الاهلي نقلة تانية خالص كلنا بنشوف الاهلي في توب جديد وكلنا السعادات طبعا بيبقى فينا دي الاهلي بالذات يبقى بعزها المستوى لنا بتمناله كل التوفيق في كل مجالات الافريقية مبارات النهار طبعا انا شايفانها انا باعتبار مبارات بطولة بطولة مش عشان انا بقابل البطل فانا عشان بقابل البطل وانا التاني فانا لازم اكون مستعد وجائز لمقابلته مفيش شك ان احنا عملنا السعادات قوي جدا لهذه المباراة احنا طول عمرنا بنحترم الاهلي وفرقته وبالتالي بنمزه الاقصى جهود عشان نقدر نعمل مبارات جيدة معاه نتمنى ان شاء الله المبارات تكون في المستوى يرضي الكرة المصرية لان ده الاول والتاني نتمنى فعلا انهم اقدموا مبارك ويسا بغد النظر عن نتيجة لو بتكلم على ابرز الكلمات اللي ممكن حيك قلتها او كابتن عماد نحاس للاعبة المقابلون العرب قبل هذه المباراة انا برضو بتنافس والفرق هيا لي فانا احوك من الاهلي فالمفروض بانا عندي الروح اقوى واكتر من الكد لا من الاهلي انا بحتاجي تلاتة منت لالي فارق كتير ويقدر يفرق انما انا بجاهد فلازم يكون على مستوى المسؤلية انا قلت له من فارق اللي عنده اصرار اكتر على تلاتة منت هو اللي هيخد تلاتة منت شكرا جدا لفن شكرا لعافو اكيد